عشان كده بتلقى زيال جماعة بيجوا بيكتبوا في واحد صحفي كده شغال بيكتب كل يومين ثلاثة والشريعة الإسلامية وسمىه وحشي ولا سمىه شنو واحد موهوم كده قال ما دارين شريعة الإسلامية وقال هي سبب تخلفنا ايوه صحفي صحفي بتاع شنو ياخي ده دل قرروا صحافة منه ذاته الشريعة الإسلامية قال سبب تخلفنا نحن متخلفين قال بسبب الدين قال فما يسمى بالشريعة الإسلامية هي سبب تدهورنا وتخلفنا وإزلالنا فلازلنا ونحن في نهاية العام الفين واربعطاشر أنا ما أعرف الاربعطاشر يا ردابين نحكم قال بغوانين وضعوا ناس ماتوا وشبعوا موتا وتحللوا وأصبحوا نفطا يدخل بالخيل الوفير في خزائن المملكة السعودية استجابة لدعاء سيدنا إبراهيب підلا Limited جنس الموهم ده الشريعة الإسلامية سوى بتخلفك متخلف انت برك انت برك متخلف هل الشريعة الإسلامية منعتك الصناعة ولا المنعتك الشريعة الإسلامية Affairs منейств التنظف الشارع انت لو شارعك وصخان متخلف انت ولا متخلف الدين لو انت ظالم وبتأكل حق الناس حرام انت ولا حرام الدين لو انت ما بتشتغل كسلان وزي ده قاعد تكتف في الفيس وتجيل في عدبك ابقى متخلف الدين ولا متخلف انت متخلف انت يا اخي لو انت صحيء معترف لنفسك بالتخلف انت متخلف انت الدين الاسلامي ما فيه تخلف والسعودية اللي انت قلت قال شنو قال تجرب الخير الوفير في خزائن المملكة السعودية يعني انت اعترفت ان السعودية فيها خير وفير صح طيب السعودية ده شغالة بالشريعة الاسلامية انت الاحطل الاحطل البكت بانه انه ديلك تحللوا وبيقوا بطرول عند اراتك انت لو تحللت وبيقيت لنا بطرول احنا هنا زاته اقل لاش نستفيد من الوسخ بتاعك هما بتحللوا وبيقوا بطرول فيه بشر ذاته وتقرش ناس عليك انه وقل لهم شاقرة صيانس اقرأ علوم قل لهم شاقرة هون ناس بتحللوا وبيقوا بطرول وبتحللوا بصروا وين زاته ودي في الطبقات الفوق في الارض والبطرول ده فيه اعماق بعيدة جدا هذا ما فاهمية حاجة السعودية انت الشهدتلية انها في الخير الوفير ديش غالب الشريعة الاسلامية عديل دستوره اسمه الشريعة الاسلامية وانتك انجد به جواز ما مكتوب فيه مسلم خد بالك جوازك لو ما مكتوب فيه مسلم كنكسرت رقبتك ما بتخوش مكة مكة دي شارع عديل من هنا المسلمون تخوش به جاي كاثر امرك بغاده بغاده همشي بغاده همشي هل الناس عجيبين يا الناس الناس ما ترمي اسباب ضعفة وفشلة في الدين الاسلامي في الان دول ما عندها علاقة في دين ذاته كله كله في جاران نبا يا قراب خليك من دا قد اصتب البرد بمتين وخمسين جيني قد اصحان الفتح واحد قال له قبل فترة والله انا لا قد قال له اينا صحان الفتة عندنا بوربعمائة وخمسين جيني فتة لينفرين فتة بوربعمائة وخمسين جيني وديل ما متخلفين بالشريعة الاسلامية ما خلفتهم الشريعة ديل ولا شريعة ذاته ما عندهم ولا اسلامية ولا نصرانية ولا غيرها ديل بتعام كجور ساي ما كان يتقدموا يا ناس الدنيا ديل بخديمة بتديوه ربنا بدي الدنيا لمن احب ومن لا يحب دنيا دي اللي بيشتغل فيها صح بيكسب والاخراء اللي بيشتغل فيها صح بيكسب فما ممكن زول زيداء يجي قلنا الشريعة الاسلامية سبب تخلفنا قال وعنى احنا دارين نتقدم نخلي الدين لتقدم هذا كان الأنفارغ يا أخي